خلفت الحرب التي طال أمدها والمستعرة في 47 جبهة قتال نشطة حاليا في اليمن آثارا مدمرة على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية والإنسانية وبات 80% من السكان يعيشون في فقر في هذا السياق كدى الخبيران الاقتصاديا رأفت الأكحلي وليلة توفيقا عام في إحاضة لبروكسل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الأبعاد الاقتصادية للصراع في اليمن أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 50% بين الشباب ما زادت ظروف المعيشية تعقيدا وأوضح أن 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي في كل من القطاعين الخاص والعام